قامت عمدة بلدية مدينة انجمينة مرم جمع بيت بزيارة عمل للعاصمة السودانية الخرطوم حيث التقد هي والوفد المرافق لها بوالي ولاية الخرطوم اللواء عبد الرحيم محمد حسين وقد تركز اللقاء حول تفعيل التوأم بين انجمينة والخرطوم في مجالات التدريب المهني وإصحاح البيئة والصحة وغيرها من المجالات رماد جبرين أنجيني احتراما وتطبيقا لنظرة الساقبة لمبادرات قادة الدولتين إدريس دبيت نو والمشير عمر حسن أحمد البشير الرامية إلى توسيء دائرة علاقات التعاون والتبادل في كافة المجالات بين انجمينة والخرطوم وفي هذا الشأن وصلت أمدة بلدية انجمينة مريم جمع عبادة إلى ولاية الخرطوم عاصمة جمهورية السودان يرافقها العمين العام لبلدية جمعينة عبدالله ياقوب عبت وعدد من المستشارين وكان في استقبالهم والي ولاية الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين وكالآدى تنظم مثل هذه اللقاءات بعد ستة أشهر ولأهميته جرى الاجتماع بحضور سفير البلاد لدى جمهورية السودان الصالح حامد وسفير السودان لدى البلاد عبدالعزيز حسن صالح وعليه أكد والي ولاية الخرطوم أن هذه الخطوة التي بادرت إليها بلدية انجمينة تزيد من عملية تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين ننشي علاقة حميمة بين العاصمتين انجمينة والخرطوم ونحن نقول لي أخواننا الجانبين إن شاء الله الناس يطرقوا كل مجالات التعاون التي يمكن أن تكون إذا كانت المجالات الصحية والتعليمية والخدمية غيرة والتدريبة الشرطة كل المجالات التي يمكن أن نساعد فيها بعضنا نحن جاهزين إن شاء الله أنه نقدر لسخر هذه المكانيات لبعضنا ونستفيد من تجارب بعضنا ونستفيد من العلاقات إن شاء الله عمدة بلدية انجمينة أكدت من جانبها أن جسر التواصل بين البلدين يحتاج إلى علية لتفعيل بنود هذه الاتفاقيات المبرمة عنفا والتي تتعلق في شتى المناهي كالتدريبات المحنية والفنية ووقعنا في تجدد برنامج التوأمة أشياء كثير بدناها وماشي كويس انجمينة طلبت أشياء كثير هنا مبادل أفكار ما أخرتم وحسا جينا ندور نحقق الأشياء وفالحمد لله حسا الوالي حجا وقال في أي مجان هو يقدر يسائد انجمينة أشكروهم كثير للرؤسة الأثنين عن السودان والشاد وصحلوا لنا أمور كثير حتى نجلس بكان واحد ونبادل الأفكار يدركون تماما مسؤولي ولاية الخرطوم وحرصا منهم لإفادة الوفد الزاير إلى الخرطوم لا يمكن أن ينهي عامله قبل أن يزور متحف السودان القومي للتعرف والتقرب من المغطنيات الأسرية النادرة ما قبل الميلاد اشتركوا في القناة